بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين المدعو محمد العيسى يزعم ويقال أنه أمين عام رابطة العالم الإسلامي أنا ما أعرف صراحة الرابطة هذه يعني مين طالعها ولا إيش هدفها ولا إيش ومين اللي عينه أمين عام لهذه الرابطة وأنا صراحة ما أعترف بهذه الرابطة أصلا لأنها لا تمثل الإسلام ولا المسلمين والإسلام والمسلمين بريئين من هذا المدعو محمد العيسى وأنا قررت أسميه محمد جيزيس نعم إخواني الأفاضل من يومين حضر مراسم وتقوس وصلاة بوذية طبعا هذا محمد العيسى معروف بأنه يعني إنسان متعدد الديانات إنسان متعدد الديانات يعني مرة صلى مع اليهود ومرة صلى مع المسيحيين والآن قاعد يصلي مع البوذيين وأنا أوجه رسالة إلى محمد العيسى متى ستصلي مع عبدة القبن ما خليته معبد إلا وفتحته حق البوذيين وعق السيخ فتحته معبد حق المسيحيين ومعابد حق اليهوديين يعني عبدة يعني ما يعني روحوا روحوا حضروا المراسم يا أخي ليش وين التسامح وين الانبطاح والانسلاخ تعايش تعايش يا حبيبي روح تعايش نعم أخواني الأفاضل سبحان الله العالم كله العالم كله مطلوب منه إيش إنه يحترم دينا ويعبد ربه ربه كل واحده ربه ومطلوب 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 إلا إحنا المسلمين مطلوب منه غير إن إحنا مسلمين لا نتقبل الديانات الأخرى ونحترم الديانات الأخرى ونتعايش مع الديانات الأخرى وإيش ونصلي مع الديانات الأخرى إحنا الوحيدين اللي مطلوب منه التعايش والانبطاح والانسلاخ والتسامح تسامح إرهابي إرهابي وطبعا قبل طلع شيخ الأزهر اللي قال لك والله البوذية دين عظيم دين عظيم ونحترم مش كأن هذول قاعدين يقتلون الآلاف المؤلفة من المسلمين في بورما وإبادة جماعية ويتعاملون بكل عنصرية وبكل حقارة مع الضعفاء المسلمين في بورما ويروح هذا يروح وبكل وقاحة يحضر مراسم وطقوس وصلاة في معبد بوذي يعني إخواني الأفاظ أنت لما تقول والله المسيحية تقول والله يعني هذول يعبدون يعني يعرفون الله لكن يشركون به تقول والله اليهود يعرفون الله ولكن يشركون به وعندهم لكن هذول لا لهم أي علاقة بأي دين ما لهم أي علاقة يعني يعبدون أصنام يعني أنت داش عند ناس وثنيين تسامح يا حبيبي تسامح نعم ولعلمك أخي العزيز يا المشاهدة اللي أنت تشوفني الآن شرعا أنا أكلمك الآن شرعا لا يجوز شرعا أنك أنت تدخل أي دور عبادة حتى كنيسة حتى كنيسة يهودي حتى يعني يعني إذا نحن ممنوعين ندخل الكنيس والكنيسة مسموحنا أن نحن ندخل المعابد هذه اللي لم ينزل الله يعني ما لها استغفر الله حس بي الله نعمل حس بي الله نعمل وكيد ولكن أخواني الأفاضل كل اللي أنتوا تشوفونا الآن مخطط واضح مخطط واضح لتهميش الإسلام والقضاء والعياذ بالله على أي شيء في حركة أنك تقول أنا أعتز بديني لابد أن دينك يصبح مهمش نتحول تدريجيا إلى الديانة الإبراهيمية إلى اللا دينية إلى 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 والعياذ بالله مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة نيأتي يوم يقول أحدكم أنا سمعت جدي يقول الله نعم وهذا صار هذا صار تعلمكم البوسنة البوسنة سبحان الله أنا زرت البوسنة أخواني الأفاضل فلما تجلس مع بعض البوسنيين يقول لك ترى الحرب اللي صارت في البوسنة أربعة وتسعين هذه رحمة لنا أعتقد تسعين وتسعين إلى أربعة وتسعين عموما فيقول لي يا عبد العز هذه الحرب رحمة لنا لأن احنا رجعنا للدين احنا نسينا الإسلام نعم والله بوسنيين يعني تلاقي بوسنية مسلمة متزوجة من واحد صربي مش مسلم بوسنية مسلمة متزوجة من من وصلة ومرحلة نسوا الدين خاصة مع الأيام كان نسيت اسمه توتو تيتو تذكروني بسمه هذا اللي كان رئيس يغوزلافيا ودخلت الاشتراكية ودخلت الشيوعية نسوهم الديانات وما في دين فطلعت أجيال بسم الله والله يقول لك بسم الله أنا أبوي كان يقول لا إله إلا الله ما يحرف شيء من الدين حتى بعضهم كانوا والله يعني يختلطون في بعض مسلمة تتزوج والمسلم يتزوج ملحدة شيوعية ففعلا الحرب كانت رحمة لهم وهذا الشيء قد يحدث والعياذ بالله مرة أخرى في دول أخرى من الحرب الشرسة على الإسلام والمسلمين وأبشركم يا مسلمين ترى الإسلام لا يضعف لا تقول يضعف الإسلام لا تقول ديننا ضعيف لا دينك قوي أنت اللي ضعيف إحنا المسلمين اللي ضعف إحنا اللي فعلا فينا الخلل ولا ديننا قوي ديننا يعلو ولا يعلو عليه إخواني الأفاضل فعموما رسالة حبيت أوصلها شوفوا ما يحدث طبعا قبل ما أختم الحكم الشرعي واحد يسألني زيني عبدالعز ليش ممنوع أني أنا أدخل كنيسة وليش ممنوع أني أنا أدخل دور عبادة شال مشكلة واحد أنت تدخل مناطق وأماكن يكفر بها يكفر بها في إيش بالله سبحانه وتعالى أنت داش مكان يشتم فيها الله سبحانه وتعالى كيف ترضى على نفسك تعال جاوبني أنت كيف ترضى على نفسك تدخل كنيسة يقولون الله له ولد كيف تدخل معابد اليهود هذه اللي كلها والعياذه بالله يعني مخالفات شرعية كيف تدخل يعني معبد بوذة يعبد فيه الأصنام وإله لا يعلم من وين طالع كيف تدخل معابد السيخ والعياذه بالله يعني هذه الأماكن يشتم ويكفر فيها بالله سبحانه وتعالى أنت تروح كمسلم تأيدهم في الكفر ثاني شيء غير تأيدك للكفر أنك أنت تدخل في هذه الأماكن ثاني شيء قد والعياذه بالله بعض الشباب بعض الشباب وهذا الكلام إحنا نسمعه بعض الشباب يدخلون معابد البوذة ومعابد الهندوس مثل هذا أنغاموه داشلي معبد للهندوس يلبس الصنم ورد عبيط عبيط كفار طبعا يلبس الصنم ورد أهبل أهبل سبحان الله الله يكرمنا بعبادة الواحد الأحد الصمد ويايها الأهبل يلبس الصنم ورد حطينا وزير خارجي رح يا حبيبي رح بيع بصل أنت راضة أطفال ما يحطونك عموما فيدخلون بعض من الحكم أيضا منع دخول دور العبادات هذه اللي كلها كفر وشرك ف لحولة لقوت الله بالله عمبر تمانية مش حقيب نتيجة مع هالأشكال هذه سبحان الله والله إخواني الأفاضل لما الله يكرمك أنك أنت تكون إنسان ويكرمك بالإسلام وتأبى إلا أن تنزل لمنزلة الحيوان وتتحول إلى إنسان نجس وقرد فهذه مصيبة كبيرة مصيبة عموما خلونا نرجع عن الحكمة فلما يدخل واحد من الشباب عمره 16-13-18 يدخل دور البوذة مثلا ويشوف الذهب يشوف الذهب يشوف هالأصنام ويشوف الورد ويشوف يعني فعلا معابد معمولة بطريقة هندسية فقد يفتن واو واو فلا يجوز هذا الكلام أنت الآن رح أوروبا تدخل بعض الكنايس والله كأنك داش قصور تاريخية يعني فيها عمران وزخرة فشي رهيب فأنت تدخل تفكر أن هذا يعني يعتبر شي صح وشي حلو فشوفوا شون الحكمة من نهي ومنع المسلمين أنهم يدخلون هذه الأماكن فحسبي الله نعم الوكيل من هذا اللي والعياذ بالله عطوه هذا اللقب وهذا المنصب منصب يعني فعلا منصب ضرار منصب بهدف التطاول على الإسلام منصب بهدف والعياذ بالله يعني هدم قيم الإسلام وسبحان الله الحمد لله رب العالمين أن الله يكشف الأقنعة الله تدريجيا يكشف لنا المنافقين والدجالين اللي عايشين وسطنا والمؤامرات يوميا يوميا تكشف تكشف اللي هي هدف تحويلنا كلنا وأنا قلت لكم أرجعوا لحلقاتي السابقة المخطط واضح إلى تحويل دول الوطن العربي بالذات الشرق الأوسط هالمنطقة يحولون إلى دول لا دينية مدنية ديانة إذا قالنا ديانة ديانة إبراهيمية يا حبيبي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزيكم قاتلكم الله ما أقبحكم تنازلتوا عن دينكم حسبي الله نعم الوكيل في أشكالكم يا منافقين يا دجالين احذروا يا شباب احذروا يا مسلمين من هالأنجاس من هالأشكال واحذر أنت يا مسلم أنك إذا زرت دولة أوروبية أو زرت أي دولة أنك تدخل أماكن الكفر هالأماكن والله والله أول إذا مشيت في مكانه وشفت والتفت على هالأشياء فقط قول الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام وإذا شفت هالأشياء قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتمنى الرسالة تكون وصبت